بين ليلة وضحاها تنحى الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي عن منصبه وفوض صلاحياته كاملة إلى مجلس القيادة الرئاسي أعلن إنشاء مجلس قيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وأفوض مجلس القيادة الرئاسي تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفقا للدستور والمبادرها الخليجية وعالية التنفيذية وتشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم مساندة مجلس القيادة الرئاسي لكن ما كشفته صحيفة والستريت جورنل وضع علامات استفهام حول تنحي السابع من نيسان 2022 فالصحيفة وفي عددها الصادر يوم الأحد نقلت عن مسؤولين السعوديين ويمنيين لم تسمهم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة وكتبت الصحيفة أن بعض المسؤولين السعوديين هددوا بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن هادي منذ مغادرته منصبه محتجز في منزله في الرياض ومنع من الوصول إلى الهواتف لكن مسؤولا سعوديا آخر قال إن عدد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة بقدرة هادي على قيادة مفاوضات السلام وطلبت إلى الرياض تشجيعه على الاستقالة مشيرا إلى أن السعودية لم تضغط عليه ونفى أن يكون قيدة لإقامة الجبرية أو ممنوعا من السفر ونفى هذا المسؤول أن تكون السعودية قد نصقت إطاحة هادي أو أن تكون قد هددت بفتح الفساد المزعوم وقالت لولستريت جورنال إن دور السعودية اقتصر على دقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت معا في المحادثات اليمنية اليمنية إلى الرئيس هادي مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الجديد نفى بدوره أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت لترتيب مكالمة معه ويقيم هادي في السعودية منذ فراره إلى مملكة عام 2015 مع اقتراب قوات أنصار الله من مدينة عدن آخر معقل له وسلم الرئيس اليمني السابق السلطة إلى المجلس القيادي الرئاسي عقب بدء الهدنة في اليمن ترجمة نانسي قنقر